اشتركوا في القناة رح ينتقل ويصير في برج القوس يعني في عنا كله مسار والقمر الآن موجود في منزلة الشولى وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في منزلة الشولى لغاية الساعة 3.38 دقيقة عصرا من عصر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للصلاح والإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر الآن موجود في برج العقرب لغاية ساعات الصباح طبعا هاي فترة منكون فيها أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحبه بشدة يا بنكرهه بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة طبعا وحدة هاي الأمور وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين أو عقد أو تأمين أو تجديد تأمين أو عمل تأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت استعجار بيت التنقيل أو الترحيل من بيت لبيت أو أمور إلها علاقة بالأثاث ولكن بفترة يعني يا إما قبل خلو المسار يا بعد خلو المسار بالنسبة للزاوية البطيئة اللي ذكرناها يوم أمس طبعا تأثيراتها لليوم آخر يوم لتأثيراتها وهي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين المشتري طبعا هي رح تنتهي اليوم هاي الزاوية حكينا أنها بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من ميلنا للأخطاء في الأحكام أو في الحكم إفشاء الأسرار وأشياء ممكن نتعرضنا لمشاكل مع العدالة أهم شيء أن نتجنب توقيع الوثائق المهمة وما نقوم بأي استثمار أو مضاربات مالية لأنه هاي الزاوية دائما بتأثر بشكل سلبي لدرجة أنه ممكن نوصل لدعاوى قانونية بالدل على توجه الصحافي ووسائل الإعلام لانتقاد السياسة المالية أو التجارية لبلد ما وبرضو ممكن يتم فضح بعض الاختلاسات أو التلاعبات في المؤسسات المالية والبنكية وبرضو ممكن يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة أو يتعرض بعض الكتاب ورجال الصحافي للمقاضاة أمام العدالة وبالدل برضو على القضايا اللي إلها علاقة بالجدل حول بعض القضايا الدينية والعقائدية بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل طبعاً عنا أول زاوية هي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام ساعة 12 و55 دقيقة بعد منتصف الليل يعني تعتبر صباحاً هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعاً هاي زاوية تأثيراتها لغاية ساعات الظهر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة 4 و34 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل فهاي زاوية برضو تأثيراتها لغاية ساعات الظهر بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ اليوم الساعة 4 و34 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام ساعة 8 و34 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش هذا بيعني إنه هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 38 و34 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وباستقر في برج القوس وببلش يشكل أول زوايا لا إله فعشان هيك بنشعر بالابتهاج بنجد الناس أكثر مرحاً بننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما أنه بهاي الفترة من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا في هذا اليوم إما اقتراض المال أو دراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزاوية التي تليها هي بداية تأثير الزاوية ذكرناها اللي هي بين الشمس وبين أورانوس طبعاً هي مش بدايتها هي ذروتها اليوم ذروتها رح تكون ساعة ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وكمان بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري فهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات العصر لغاية ساعات فجر يوم الاثنين هاي الزاوية تخلينا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح لأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحلي للغدد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العانة والجينات هدولا أهم نقاط الضعف موجودة عندنا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتغير الأعضاء يعني بتبدأ أعضاء جديدة بتحل محل هاي الأعضاء بتكون أكثر حساسية اللي هي الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية عشان هيك هاي العضاء اللي احنا ذكرناها من ساعة الصباح ما يعني حاولوا إنكم ما تعملوا عمليات جراحية لإلها ولكن كمراجعة طبيب أو أخذ أدوية أو بعض العلاجات اللي بتخص هاي الأمور ما في أي مشكلة بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بفترة قلو المسار يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بما إنه القمر رح ينتقل ويستقر في برج القوس معناته قلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثاء يوم اتناعش سبعة في تمام الساعة واحدة واثنين وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام ساعة تسعة صباحا بتوقيت جرينيتش وبعديها بنتقل القمر في ساعة الصباح لو صباح يوم الثلاثاء لبرج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمر احدى عشر يوم في تمام ساعة انتين وثمانية واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بيصبح اتناعشر يوم نسبة الإضاءة اتنين وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في العقرة ببدي انتقل للقوس ورح ينكذ في القوس حتى يوم اتناعش سبعة منتحس بنسبة خمستعش في المية الآن ولكن في ساعات الصباح بترتفع نسبة ساعاته لخمس واربعين في المية وبكمل طيلة النهار نفس الشيء عطارد في السرطان حتى يوم تسعتاش سبعة منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم ثمنتعاش سبعة سعيد بنسبة خمستعش في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستعش في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمستعش في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانس في الثاور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم رح يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء من الآن ولغاية ساعات الصباح حاول أنك تتقبل آراء الآخرين بدون أي تحفظ ممكن تنشغل اليوم بمعاملة أو ملف أو مراجعة بعض الأمور من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت التاسع فهو هنا بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد الاتصالات البعيدة الحوار مع الأجانب الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية فترة ممتازة جدا للتجار اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير أهم شيء تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما زالت الأجواء تحمل نوع من أنواع التوتر من الآن لغاية ساعات الصباح تعتبر فترة فيها ضغط بدك تحذر من الأخصام وما تعاند أحد اتجنب الخلافات كليا لأن خصمك قوي وطباعك مش هادئة اليوم طبعا هذا الموضوع لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتهتموا بالأمور المالية المشتركة فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وبتقدروا تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرة تحاولوا تنفيذ واجباتكم دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية في منكوا رح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأمور الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بترتاحه لصير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الإنشغالات والأعمال ممكن يكون في بعض الخلاف ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل أو برضو بدك تنتبه وتراعي ظروفك الصحية ممكن اليوم بتعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا طبعا شراكات المال والعاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر شركائكم وبدك تحذغوا من الخلافات وحاولوا أنكوا برضو ما الضخم الأمور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان ما زالت الفرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم إشي أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام والعلاقة مع الأبناء وطبعا هذا الموضوع لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد القمر حصير في البيت السادس لإلك فعشان هيك هنا بتنتبهوا لصحتكم أكثر وتنتبهوا لأعمالكم أكثر لأنه ممكن يتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بدك تنظم وقتك بشكل جيد وبرضو بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا الأجواء ما زالت بتركز على أمور البيت والعائلة فعشان هيك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقرارك لأنه ممكن اليوم تنهمك بحل مساء العائلية أو شخصية رح تبدو قلق وممكن تتدمر لأقل إشارة طبعا هذا الموضوع رح يضل ضغطك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما فرح تبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات وعاطفة جياشة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تقوموا بمفاوضات حثيثة ومفيدة رح تنشطوا بالاتصالات والحوارات والنقاشات وحاول انك تعبر عن رأيك وفاوض بجراء رح تتميزوا بسرعة خاطر وقدر على إيجاد الحلول الأجواء داعمة بشكل قوي جدا لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح هنا التركيز رح يصير على البيت والعائلة فرح تعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو لمي اجتماع معين يلفت انتباهك برج الميزان تتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس ثقتك بنفسك عالي جدا اليوم بتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك وظف أموالك بشكل حكيم ما تغامر ما تجازف ما تخوض بالأمور المالية ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريب اليوم أو نوع من أنواع الدعم الهدية الهبات المساعدات طبعا هذا الموضوع لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح النشاط رح يصير عالي جدا عندك كثافة بالحركة وكثافة بالاتصالات فرح تنشطوا برضو في أمور السفر والاتصالات ولكن بيتكونوا أكثر وعيا على الطرقات أثناء قيادة السيارة وبرضو أثناء حركتكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر أو تنتعش العواطف عندك وتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير تعتبر هاي فترة مميزة جدا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح التركيز رح يصير على الوضع المالي طرح تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهمش انك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على ملكم من السرقة والضياع لأجواء شوي بحاجة لبعض التركيز على الأمور المالية ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح القمر ما زال موجود في العقرب اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك بتكتبتعدوا عن المغامرة والرهانة على الحض ممكن تعانوا من بعض تراجع في الأرباح أو المعنويات أو الحيوية أهمش انكم ما تجازفوا بسلامتكم فترة فارغة من الحضود اللي بتشعروا فيه من تعب ومن تراجع في الصحة راح يبدأ يتلاشى تدريجيا كل ما اقتربنا من ساعات الصباح طبعا لأنه ببعديها القمر راح يصير موجود عندكم فرح تمتلقوا بالحيوية والنشاط راح تنقلب بعض الخيارات والتوجهات بلاقي شيء بناسب وضعك الحالي راح تتمتعوا بقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الجديد ما زالت الأجواء جيدة على مستوى التحالفات والتعاون والمشاركة الفعلية والمشاركة بفعالية كمان اجتماعية واقتناس الوقت المناسب لإعلان رأيك للحصول على موقع معين طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح في نوع من أنواع التفاعل مع المسؤولين ولكن حاول أنك تتفاعل بمرونة لأنه القمر بيقترب من بيت متعبك فعشان هيك من ساعات الصباح راح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد وما لا تحسموا أمر هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ من الآن ولغاية ساعات الصباح وأنه النشاط الاجتماعي هو أكثر شيء فاستغلوا ممكن يتوجه الكدعوية لحضور حفلة أو مناسبة أو من خلال مناسبة اجتماعية تحصل على أمور ممتازة ولكن من الصباح بدك تنتبه بشكل جيد خلال اليومين القادمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتكو تحافظوا على هدوءكم حاولوا متيروا المشاكل والفتن ومخالفة القوانين والمجازفات والمغامرات من الآن لغاية ساعات الصباح فهاي فترة مهمة بتمتحنك أهمش إنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما رح تنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفل أو مناسبة الأجواء الاجتماعية ممتازة جدا نشاطة عالية جدا ومن خلال مناسباتك الاجتماعية ممكن تحصل أمور كان صعب أنك تحصلها في الفترة الماضية يعني اعتمد على علاقاتك برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار هذه فترة تعتبر من أجمل أيام الشهر ما زال القمر موجود في البيت التاسع لإلكم بتكون الفترة هذه نشطة جدا 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 وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة اتصالات حوارات علاقة مع الأجانب بكثافة كبيرة ولكن في ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت السمعة فهون التركيز بصير على المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بصير يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إش انك تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء ما في داعي للمجازف ولا مخالفة القوانين ولا لأي عمل ممكن يشوه سمعتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر